السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلاب الصف السابع في مادة العلوم مدارس الهدي المحمدي برنامج التعلم عن بعد عنوان حصتنا اليوم هو المناطق البيئية رح نبدأ في آخر وحدة في كتاب العلوم يتحدث فيها عن المناطق البيئية المختلفة في الكرة الأرضية مع المعلمات ألا منتصر إلهام أبواجمية حماس العلمات إذن المناطق البيئية زي ما احنا شايفين هي عبارة عن مساحات متشابهة في مناطق مختلفة إلا أنها تتشابه أو ممكن تختلف فيها المساحات وتتشابه في المناخ تتشابه في الطبيعة تتشابه في الكائنات الحية التي تعيش في كل منها من هذه المناطق البيئية اللي رح نتعرف عليها اللي هي التندرة والتيقة الصحاري المناطق العشبية المناطق الاستوائية والمناطق البيئية المائية نحن نبدأ اليوم إن شاء الله نتعرف على الصحاري والمناطق العشبية إذن المناطق البيئية هي عبارة عن مساحات كبيرة من اليابسة أو ممكن من الماء تحتوي على عدة أنظمة بيئية لها الظروف المناخية نفسها إذن ممكن أنها تكون مختلفة في المساحة إلا أن الظروف المناخية والكائنات الحية التي تعيش في كل منها متشابه المقصود بالنظام البيئي هو عبارة عن العلاقة بين الكائنات الحية والعوامل الغير حية كالماء الهواء وغيرها وتفاعلهما مع نحن نبدأ بأول منطقة بيئية على اليابسة فالمناطق البيئية التي على اليابسة تختلف في مناخها تختلف في درجات الحرارة وفي طبيعة تربتها في طبيعة الكائنات الحية التي تعيش فيها وطبيعة الأشجارها واختلاف طول الفصول فيها نحن نبدأ بأول شيء معنا اللي هي الصحاري زي ما بنعرف الصحاري هي تتميز بارتفاع درجات حرارتها بالإضافة إلى شح المياه فيها إذن الصحاري هي أقل المناطق البيئية تنوعا والسبب يعود إلى مناخ الصعب فهي درجة الحرارة عالية جدا فيها وفرة المياه نادرة جدا تعاني دائما من شح في المياه فالكائنات الحية المختلفة سواء كانت نباتات أو حيوانات لا تستطيع العيش فيها إلا إذا تكيفت مع هذه البيئة القاسية مثل مثلا الجمال أو اليربوع أو بعض الأشجار مثل التين الشوكي إذن الصحاري أقل من المناطق البيئية تنوعا بسبب ارتفاع درجات حرارتها صيفا ومناخها الجاف جدا بسبب شدة حرارة الشمس إذن معدل سقوط الأمطار فيها قليل جدا تقريبا 250 ملي متر سنويا وهذه الكمية قليلة جدا حيواناتها تنشط ليلا وأيضا هذا يعود إلى مناخها فمثلا اليربوع كان يمارس ما يسمى بالسبات الصيفي يختفي كليا خلال النهار وينشط ليلا أيضا نباتاتها تخزن المياه مثل الصبار أو ما يسمى بالتين الشوكي هي تخزن المياه في سيقانها حتى تستطيع تحمل ندرة المياه فيها أيضا جذورها متفرعة جدا وتمتد لمسافات كبيرة زي ما احنا شايفين مناخ الصحراء أعشاب شوكية ما فيها عندنا أشجار ما فيها عندنا كائنات حية تعيش فيها والسبب في ذلك لدرجة الحرارة العالية جدا وعدم توفر المياه زي ما احنا شايفين اتنين معانا المناطق العشبية من اسمها مناطق عشبية إذن هي تكثر فيها الأعشاب إذن تنتشر الأعشاب فيها وتضم المناطق العشبية الاستوائية أو ما يسمى بالسافانة تتميز السافانة بارتفاع درجات حرارتها طوال العام أيضا موسمية سقوط الأمطار وبعض فصولها مطرية يعني بعض الفصول تتساقط فيها الأمطار وتكون رطبا لكن بعض الفصول الأخرى تبقى جافة ودرجات الحرارة فيها عالية جدا تتساقط أوراق الأشجار طبعا بسبب الجفاف هاي عنا السافانة زي ما احنا شايفين هي أيضا الأشجار فيها قليلة في درجات حرارة عالية فترات طويلة من السنة إلا أنها تتميز بتنوع الكائنات الحية التي تعيش فيها تتنوع الحيوانات فيها فمثلا بيعيش فيها النمور وبيعيش فيها السود بعيش فيها الفهد بعيش فيها الحيوان الحمار الوحشي بعيش فيها الفيلة والزراف وفي هذه المناطق بتكون عندنا الحمار الوحشي والفيلة والزراف غذاء للحيوانات المفترسة كالنمر والفهد والأسد يتصف مناخها بالصيف الدافئ الحار عكس الشتاء فالشتاء فيها بارد جدا معدل سقوط الأمطار فيها مرتفع بسبب تواجد الأشجار العالية فيها لذلك معدل سقوط الأمطار فيها 900 مليمتر سنويا وتتنوع فيها النباتات العشبية مثل النباتات الزهرية اللي هي مثل الأزهار البرية المختلفة أيضا تعيش فيها الزواحف المختلفة كالأفاعي والسناجب عندنا الغابات الاستوائية هي أكثر المناطق البيئية تنوعا فهي متنوعة من حيث النباتات ومن حيث الحيوانات درجات الحرارة فيها مرتفعة جدا أيضا إلا أن معدل سقوط الأمطار فيها تقريبا 2000 مليمتر سنويا تنمو فيها أشجار ضخمة جدا هذه الأشجار من ارتفاعها العالي تحجب ضوء الشمس عن المناطق أو عن ما يقع تحتها فبالتالي تنمو فيها نباتات صغيرة تكون تحت هذه الأشجار الضخمة وتتمدع بالظل الناتج عن حجب هذه أشعات الشمس وهذه الظل أيضا يسمح للحيوانات بالعيش في هذه المناطق بحرية كما إنها مرتفعة الحرارة بيطها رطبة ضليلة كما نرى إذن فيها أشجار عالية جدا تحجب أشعة الشمس وفيها نباتات صغيرة تعيش في هذه المناطق الضليلة الرطبة تنمو فيها الحزازية مثل الفيونارية التي تعيش قرب الماء وهي تكون لا وعائية بالإضافة إلى أسترخصيات كالخنشار وهي من النباتات العالية والكبيرة تعيش فيها مجموعة من الحيوانات كالأفاعي مثلا عندنا النمور المرقطة وعندنا الطيور المختلفة الغابات المعتدلة هي عبارة عن غابات مناخها معتدل من اسمها معتدلة أي حار صيفا نوعا ما وبارد شتاءا معدل زقوط الأمطار فيها تقريبا 1500 مليمتر سنويا تتنوع فيها الأشجار ومن الأمثل عليها اللي هي الأشجار المتساقطة الأوراق كسف الصاف أو دائمة الخضرة كالسنوبريات الحيوانات التي تعيش في المناطق المعتدلة منها الدببة الثعالب الذئاب والثعالب والسنعجب جميعها تعيش في هذه البيئة إذن هيك حصتنا اليوم خلصت علينا واجب أتحقق صفحة 117 بالإضافة إلى بحث الربط مع العلوم الحياتية صفحة 118 دمتم بخير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر